اضطرابات كثيرة قد ترافقنا قبيل سفرنا منها التغيرات في ضغط الهواء داخل مقصورة الطائرة والارتفاعات العالية في حالة السفر الجوي الاضطراب المصاحب للرحلات الجوية الطويلة وغيرها إنها أمور لا يمكننا ربما التحكم بها ولكن ما يمكننا فعلا السيطرة عليه هو تطبيق نظام غبائي مناسب لسفرنا الجوي فما هي مكوناته وإلى ما يستند كل التفاصيل مع الاختصاصية في التغذية ندين رياشي التي تنضم إلينا مباشرة من بيروت صباح النور ندين وأهلا بك صباح النور ندين دائما مع السفر هناك تغيرات منشعر فيها بجسمنا يعني منشعر وكأنه جسمنا يتغير بهذه الارتفاعات العالية اليوم معك تحديدا عن الجهاز الهضمي كيف يتأثر الجهاز الهضمي في السفر أو خلال الرحلات الجوية صحيح ميلاد مظبوط يعني عادة لما يكون عندنا سفرة لفترة طويلة بنا نبعد عن الأهل والأحبة بنا نأكل أكلة الوالد أطيب شيء أو نروح نزور أطيب مطعم من غض النظر أو يمكن نتجاهل أو ما بنعرف أنه هذه الواجبة معقول كتير تأثر على السفرة تبعنا وعن جد في أشخاص بيعانوا من انزعاجات كتيرة وأبرزها بالجهاز الهضمي مثل ما سبقوا وذكرت هلأ هو اللي بيصير عادة مع ارتفاع الضغط الجوي بيصير فيه تمدد للغزات بالجسم وبتقول الأبحاث اللي عملينا أنه التمدد بيصير تقريبا 25% دراسات أو الأبحاث إذا بدنا نكون أدق 25% امتداد للغزات بنحس فيها بمنطقة المعدة بمنطقة المصارين وكتير بتزعجنا خلال فترة السفر هيدا من أبرز الأمور ثانيا ولكن مشكلة الأشخاص بيعانوا من الموضوع الثاني اللي هو الغثيين كمان فيه أشخاص بيعانوا من هيدا الموضوع بسبب قلة الأكسجين والتوتر اللي بيصير على الطيارة وخاصة التخدخضة يعني إذا بدنا تقول التمايو اللي بيصير بالطائرة أو بالمركب أو غيره نادين لطالما تتحدث عن الأبحاث أيضا الأبحاث تقول أنه يؤدي مزيج الرطوبة المنخفضة والضغط المنخفض إلى جفاف بالفم بسمى بانخفاض تدفق اللعاب مما يقلل الحساسية ببرعم التذوق بحوالي ثلاثين بالمئة كلمة لهيك نقول أنه طعام الطيارة مش طيب مزبوط بنشف كل المنطقة يعني الأنف والحنجرة والفم ثلاثين بالمئة من بطل ندوق طعمة السكر والملح بينما في طعمات أخرى وخاصة الكاري بتزيد مش نهيك منشوف أنه الأكلات اللي منتناولها بالمنزل أو بالمطعم بتكون طعمتها كليا غير عن الطيارات لأنه بيشتغلوا على شيء اسمه أمامي فليفر يعني بيجربوا يطلعوا أطيب وأشهل المذاق من خلال زيادة كتير بهارات وأهم الكاري ولاحظوا أنه حتى بأكلتنا العربية فيه شوية كاري أو فيه هيد البهارات الكتير قوية من بسبب السبب لذكرنا طيب ندين خلانا ناخد منك نصايح كيف ممكن نتحضر لسفرة مريحة على جهازنا الهضمي من خلال الغذاء يعني لحتى ما نضطر أنه بالطيارة نكون مزعوجين وهون عن جد أشرتي لشيء كتير مهم أنه نحن قبل السفر إذا واحد مثلا تارك منزله بيصير بده يأكل كل أكلات أمه قبل الطيارة لحتى يحس أنه هو يعني استفاد من وجوده مع أهله وبالتالي يمكن هيدا الشيء مضر ما هي أبرز النصائح التي ممكن أن تقدميها للناس يلي بدها تسافر بما يتعلق بغذاء شو ما بتاكل شو بتاكل وأي متى وكيف وليش أكيد ميلاد بس بدي شير لشغلي أنا بعاني من الأعراض كتير بالطيارة وعن جد هي ملنا فلسفة فأنا بكرة عندي طيارة وكتير عبيل أكل آخر أكلة بعيد شر يعني من أمي بس لما بلشت أتبع الخطوات اللي هلأ رح أذكرها صارت السفرة كتير مريحة وخاصة إذا عنا سفر طويل يعني منحكي عن سفر أكتر من ستة أو سبع ساعات خلينا نبلش بالأعراض الواحد وراء الثاني ونشوف كيف فينا نتفديها رح نبلش بالغازات بدنا ننتبه قبل بليلة الواجبة ما يكون فيها دهون كتير يعني ما تكون مقلية ما تكون يعني ما يكون فيها دهون كتير تكون قليلة البهارات والحار يعني ننتبه من الحبوب الحمص الفول العدس ننتبه كمان من الزهرة يعني الأرنبيت البراكلي الملفوف وكل شخص بيعرف فيه أمور بتزعجه وبتعمله غازات وانزعجات بالمعدة لازم يتجنبها أتليست 24 ساعة قبل الرحلة تبعه تاني أمر هو الجفاف من أكتر الأسباب أو الانزعجات اللي بتصير بالطائرة إن كان غثيين إن كان دوخة هي الجفاف كل ساعة طيران تتطلب كوب واحد من الماء يعني تخيلوا إذا عنا سفرة 6 ساعات عم نحكي تقريبا عن لتر ونص أو لترين مية لازم نشربون ومثل ما بنعرف أنه ما فينا ناخد بالحقيبة تبعنا أكتر من 100 ملي بالسفر بس فينا بعض التشيك بوينت يعني بعد ما نقطع التفتيش نشتري عن المطار الزجاج ولا أنين الماء ونطلب حتى من مضيفات الطيران يزودونها بالماء وننتبه شوي من الملح يعني الأكل يكون معتد بالملح كمال ما يصير في عطش كتير ننتبه من السكر لأن السكر كمان بيخلي يصير في عطش كتير فالأفضل ما نتناول شي في سكر ويفضل كمان نتناول مأكولات غنية بمضادات الأكسدة وأهم الفيتامين سي لأنه بالطيارة قولنا تعرض لبكتيريا لأمراض ما منعرف مين فيه بالطيارة ما منعرف شو الأمراض اللي موجودة فيجب شوي نوقي نفسنا ونزود نفسنا بمضادات الأكسدة وأمر تاني كتير مهم هو البوتاسيوم بالطيارة عم نقعد كتير سو بيصير عنا تقلصات للعضل كتير بترتخي العضلات فالأفضل نزود ببوتاسيوم وماجنيزيوم اللي منلقيون بالموز بالفواكال جيفة بالمكسرات ولي من أهم المأكلات أو النصايح قبل السفر نعم ندين طب فيه ناس بيقولوا أنه فيه ناس قد ما كانت شركة الطيران إذا بدك عم بتقدم له الوجبات غنية وطيبة وشركات الطيران تتنافس أيضا على تقديم وجبات مع الحلويات ويعني هيدا بالنهاية هذا تسويق لأنه الناس كتير يعني بتنقل خبرتها على الأكل على الطيارة رغم هالشي بيقولوا أنا ما باكل بالطيارة أنا بفضل أخذ معي وجبات خفيفة ما هي هذه الوجبات أو السناكس الخفيفة اللي ممكن شخص يأخذها معه على الطيارة وتكون مفيدة أثناء سفره لطمن العالم الأكل على الطيارة سيف بدنا هيكل واحد هو وضميره يعني ما فينا نعرف شو عم بيصير جوه مثل ومثل حيالة مطعم رحنا عليه من ناحية السيفتي أو السلامة الغذائية هي السيف والإياتة بتفرض فحوصات على الطعام بتفرض أنه يتفلتر والمياه أربع مرات بالسنة يعني في كتير أمور بياخدوها بعين الاعتبار فينا ناخد من وجبة الطيارة نركز على كل شيء أسمر يعني إذا فيه خبز نعرف بيقطع وقت بخبز ناخد الأسمر ما ناخد الحلو نجرب الكراكرز ما ناخدها تكون كتير مالحة كل شيء مطبوخ شربات هو أكتر شيء سيف لأنه مطبوخ قليل يكون فيه رسك تسمم غذائية وأكيد الخضار والفوك بالنسبة للسناكس أكيد بشجع ناخد سناكس فور شور وأهم السناكات هي المكسرات أكيد مش مكسرات المالحة مثل ما سبقوا ذكرنا لأنه نحن عرضة أكتر للجفاف سواء المكسرات النية وننتبه على الوعاء يعني الكنتينرز يكون شيء فرندلي يعني شيء يقدر يفوت بالحقيبة تبعنا يتسكر مظبوط ما يزعجنا وما يكون عائق أنه ناخد معنا هيدول الأمور سواء نحكي عن مكسرات النية عن الفوكة الجافة فينا ناخد كراكرز مش مالحة فينا ناخد أدمامة إذا بدنا مفقاية فينا ناخد خضار مثل الكارتس يعني الجزار غيره يعني الإشاء اللي ما بتزعجنا إذا واحد ما بتزعجه الفلايف اللي الخضرة في ياخد سواء كمان خضرة وفوكة فينا كمان نقطع الفوكة وناخدها بوعاء معنا ناديم بمقابل هالناس أنا عم حاول نفكر بكل شرائح الناس وخبراتنا نحن لأنه نحن نعيش خبرات مختلفة بالطيارة بمقابل هالناس في ناس بتكون هاي عندها إذا بدك نظام غزائي ماشي عليه هيدا نظام بينكسر يوم الطيارة ليه وصولا على المطار نطرب المطار بتتعيكي تأكله بيكون في كتير مطاعم كتير شهية والطعام محطوط على الرف أمامك أنت وقاطعة يعني ما فيك تقومي هذا الأمر بتبلش تأكله من المطار بتطلعي على الطيارة بتعودين بتأكله وبتوصله بتأكله هذا الهل إذا بدك الأكل الزايد يلي بيصير يوم السفر وين مضاره؟ مضبوط هي experience السفر بحد ذاتها سو بدنا نعيشها بكل تفاصيلها وبكل دقيقة مضبوط مضر كتير يعني عم نعمل load عم نعمل ضغط أكتر على المعدة عم الهضم عم بيكون بطيء انزعاجات رح تكون أكتر ما منعرف شو عم ناكل لأنه ما منفكر بالموضوع أنا ما بلوم أو ما فيه أول بلوم بس ما بلوم حدا لأنه ما فيه الواعي لفكرة الطيارة أنا شخصيا أخصائية تغذية ولو ما كنت بعاني من المواضيع ما كنت بحثت الزيادة وتعمقت وقدرت هلأ أطلع بالنصايح فأكيد حتزعج كلمة ناكل أكتر كلمة مثل ما قلت الهضم يصير أبطأ الانزعاجات أكتر فلازم ننتبه لهذا الموضوع السفر هو مثله مثل أي يوم عادة ننتبه على الأكل اللي فيه إذا ما بدنا ناكل بالطيارة مناخد الوجبة قبل الطيارة مثل ما ذكرنا البروتينات اللي موجودة فيها قليلة البهارات الخبز أو النشويات المعقدة صح كمان خاصة نادين نادين يمكن هون كمان بنا نلفت لموضوع أنه إحنا عادة بيومنا العادة عندما نتناول وجبة غذاء إلا ما نقوم ببعض الحركة يعني إلا ما نتحرك يعني ما بفتكر في حدا رح يتناول أكل ويبقى 8 ساعات قاعد بالطيارة منتناول الوجبة منبقى إذا كان عنا رحلات طويلة ممكن تكون 10 ساعات 8 ساعات أو 11 ساعة قاعدين هون قلة الحركة أيضا إلى أي مدى تؤثر على الجهاز الهضمي ويعني لو شو مكان نوعية الأكل اللي تناولناها كتير مش بس على الجهاز الهضمي كمان على العضلات ومنحس فيها خاصة بالسفر الطويل تنهار منحس بالإرهاق لأنه الدورة الدموية ما عم تمشي مظبوط ونحن قرد عندنا نقص أكسجان أو تغير به الهوى بالطائرة فمنحس بتقلصات بالعضلات المعدة وحتى الهيدريشن يعني الجفاف طبع المعدة بيزيد كتير بتأثر لازم نتحرك بالطيارة يعني كل شوية نقوم نمشي دقيقتين ثلاثة كتير مهم أو حتى نحن قاعدين نجرب نحرك القدمين شوية نحرك الإيدين أكيد بلا ما نكون عم نزعش حدا فكتير ضروري هذا الموضوع كمان سؤال حساس يعني عزريني علينا دين بس لازم نحكي فيه أنه في ناس أيضا برحلات طويلة بيتفادوا دخول الحمام عند الطائرة يعني بالطائرة بيتفادوا لأنه بيقولوا أنه هيدا الحمام كل الركاب وهيدا أمر صراحة طبيعي وممكن كتير ناس يأجلوا يعني يكون عندهم حاجة لدخول الحمام ويحسوا بهالتعب كمان يأجلوا إلى أي مدى كمان يعني ندخل الحمام نريح الجسم خاصة يعني بإذا كانت فترة السفر طويل صحيح حتى بالأماكن العامة مش بس بالطيران هذا موضوع بيخلي الأشخاص للأسف ما يشربوا ماء كتير خوفا من أنه يدخلوا الحمام أنا اللي بدي لكم جربوا ما تاخدوا كافيين أي مصدر كافيين 24 ساعة قبل الطيارة وحتى بالطيارة منعرف بيقطعوا بالقهوة وبالشاي أوقات مناخد المشروبات الغازية الغنية بالكافيين هيدا كتير مضرة للبول يعني هي من أكتر الأسباب اللي بتخلينا نفوت على الحمام وبيهمني أذكر أنه هي المبولة بحث زيتها تقريبا ساعة تبعها 500 ملي لنحس بإحساس الشعور لنفوت على الحمام ومش غلط نفوت على طول نترك المعقم معنا يعني ما نخلي شيء يأثر علينا ما منحس بالنظافة أو بهذا الموضوع فينا ناخد نعقم ما نخلي شيء يأثر علينا يعني بالعكد صحيح صحيح عندي بعض سؤالين أسألك ياهو الندين قبل انتهاء الوقت الناس اللي عندهم حساسية والناس اللي بيعانوا من الغثيان يلي بيعانوا من الغثيان عادة ومثل ما قلت experience الطيارة والتمايل يعني والمطبات يلي ممكن تأثر عليهم هل هناك أنواع من الأغذية يجب تفديها؟ صحيح كل شيء مدهن كل شيء في كتير بهارات و spices أهم شيء الماء الماء كتير بتخفف من هذا الموضوع الزنجبيل فينا ناخد الظروفة تبعا الزنجبيل وكمان في بعض الدراسات بتشير أنه البابونج بيساعد سوفينا ناخد ظروفة زنجبيل أو بابونج ما بدون ولا مطرح ولا حتى ويت عادة ما بننصح أنه ناخد مياه غزية لأنه بتزيد من الغازات بالمعدة بس بهذه الحالة تحديداً هي بتريح وأمر تاني بريح هو الكراكرز يعني كل شيء ناشف كمان هيدا الشيء بريحنا ومبر الريسرتش اللي كنت عم بعمله على هيدا الموضوع يفضل أنه الجلوس يكون بالمقاعد الأمامية من الطيارة أو على الجانح لأنه بتكون أكتر شيء ثابتة وفبايسكلي that's it للغسايا وللناس اللي عندهم حساسية إلى أي مدى يجب إعلام الطاقم الطائرة بهيدا الموضوع لتفادي أيضاً أنه يكون المأكلات عم بسببولهم حساسية أكتر ضروري وأردي كل الطيران بيسأل خاصة إذا كنا أفراد من الطيران يعني الممبرز بهيدا الطيران ونكون نحن معبيين للتاريخ الميلاد تبعنا كل التفاصيل وأكيد إذا عنا حساسية إذا الحساسية عن جد كتير في عالم عن الحساسية طبعاً بتخليون يدخلوا على المستشفى لازم نذكر يعني نبعث إيميل نتصل أو حتى على نخبر أو نخبر موضيفات الطيران وفينا في بعض الطيران فينا نطلب الميل اللي فيه اللي هنا بيكونوا محددين يعني مثلاً بلا لحمة بلا حليب بلا مكسرات فينا نطلب هيدول الموضوع لمواضيع ببعض طيران سؤال الأخير لكن ندين بعد الوصول وانتهاء الرحلة وصلنا بخير نظل بخير بدنا نتناول يبدو شي ونبتعد عن شي معين صح؟ شو ممكن نتناول وعلى شو لازم نبتعد صح هلأ هون الحالة بتختلف يعني في عالم تروح على الفيكيشن لآخر نهار بتروح ضغري على الشغل من بعد هون بدنا منشطات ومنبهات ناخد مثلا الكافيين الماتشا الفيتامين سي أكيد مع الماء كتير في عالم لأ بتفضل أنه تروح ترتاح ترجع تاني نهار تروح على شغلة أو أعمالها بتختلف هون النظام الغذائي أهم شيء الماء نقدر نعود الماء اللي خسرناه ناخد المضادات الأكسادة مثل الفيتامين سي البوتاسيوم والماجنيزيوم برجع بشدد كتير منيح للعضلات ومهم بعد فترة السفر هيدا كل شيء بالنسبة لبعد السفر